اشتركوا في القناة البداية بدنا نقول نعاد عليكم اكيد ان شاء الله بالخير والصحة ونحن عادة بس نحكي برمضان ونجيب او هيك نستذكر رمضان دايما نروح على الزينة الكلاسيكية على الفنوس على الهيلة العلا يعني كله ولل اذا ما اديك الاكسيسوريز يلي بتذكرنا برمضان ولكن انتو مثل ما شفنا شوي بالكولكشن انو راحين بطريقة عصرية عم تقدموا بالزينة تبعول باتشي من خلال حتى الالوان ومن الديزاين ورح نحكي اكتر تفاصيل بالبداية شو عبر نشوف نحن هلأ مثل ما اياتينا الحايدة ان شاء الله يكون هالشهر خير علينا وعلى الجميع يا رب وبالبداية مزبوطة يعني كل عيد له زينته له الاكسيسور تبعوله مرتبطة فيه وبعد شي بروح بهالامور لأقصى الحدود وبيستوحي منها لكل شي تصاميم وزخرفات عصرية من القصص الكلاسيكية وبينفزها بطريقة عصرية حلوة وميزة بتميزنا عن غيرنا اذا ملاحظة مطيف الاراباسك بقلب البلاتو هوني اللي هو من اللي عم بحكي انه كيف بطريقة فايت الاشة العربية الاشة الحلوة الكلاسيكية فايتها بطريقة عصرية حتى بالالوان تبعنا دايما منغير الواننا لانه منواكي بالمودة الحديثة وكل شي تراند ومنفوته بتشكلتنا العصرية اللي موجودة انا قبل ما نكفي كتير عبالي علق على اللوغو لانه كتير حلو كيف نعمل وكيف نشغول بالفعل بتلعبوا على الموسم يمكن كيف بيكونوا بتدروا تشتروا دايما بطريقة جدا زكية كيف تدخلوا باللوغو التام الالوان وحتى منلاحظ انه لون الموف الارانج اللي عادة ان احنا منشوف لون الدهب الفطة البرونز برمضان انتوا رحتوا عغير الالوان فعلا هيدا شيء اللي بميزنا يعني من هوني لما مناخد من القصص الكلاسيكية ومنوجهها لقصص عصرية حلوة ومنكتبس من المودة شو فيه شي جديد من داخل يعني يعني ما بيدخل بأبدا انه الارانج والموف يكونوا دخلين بهالطريقة النعمة والحلوة سعيد تنقدمها بطريقة مميزة تا مثل ما عودنا يعني بمعباتشي دايما بيقدم مجموعة جدا رائعة ودايما فيه من كل الفلايفرز والطعمات وكل الأشكال إذا بدنا فيه قدمنا هيدا الفلاتول الحلو يلي مبين انه فيه تنوع كتير كبير من حبات الشوكولات وأكيد على فلايفرز معينين شو عنا شيء مميز لرمضان هل تشكيلة هي تشكيلة تسالي رمضان تشكيلة تسالي رمضان تنزل بيه بس بهذا الشهر الفضيل هلأ التشكيلة هي دايما بينطرها بلبنان وبدول العربية بالإمارات وبالمملكة العربية السعودية بيسموها تهاني رمضان نظرا للغة العامية الموجودة بالمملكة ولكن الاسم بيختلف بس التشكيلة هي زيتها هي نفسها نعم هلأ تسالي رمضان هي بننطرها من سنة لسنة بتنوجد بس بهذا الشهر الفضيل الطعمات اللي هي والحشوات والتنميع اللي هي من اللوز لمحمص الفويكة المجففة المغطسة بالشوكولات بتتميز بطعمات مختلفة يعني الطعمات اللي نحنا بنعرفها كمانا لرمضان أوي اللي بيتميز فيها شهر رمضان التامر واللوز والقصص المجففة مزبوط فموجودة كمانا هلأ فعلا هي بتكون طعمات صغيرة لا تسمي التسالي رمضان لأنه متنوعة وصغيرة وبلا ورق يعني فيكة طيفية بتستعمل بالبيت من بعض الأفطار من بعض الصحور بالصحور بتستغني عن الحلويات العربية التي يلي بتضيف لأهل البيت للأصحاب معك بيت الشاي معك بيت الجلي يعني هادي بتغر بتسلي ايه بتسلي بتسلي واحدة ورحبي ورحبي قد منهم طيبين تغريكي صحيح لها السبب تسمي تغريكي صحيح تغريكي خاصة إذا بيكون موجود لبلاتو واحد ما في ما يرجع يعني مع شاي مع قهوة بتضيف كمان هلأ رح خليك ضيف فيك وقلك شو هنه الطعمات الطيبين الموجودين فيها هلأ في كتير مساء مثل هذا مرسبين هو البات اللوز مغطس بالدارك الشوكولت مع المرسبين المحمص عندك النوقة مغطسة بالشوكولتة مع الليمون مزبوط عندك الفستق المحمص كله مغطس بالشوكولتة عندك البات تبع المسكي مغطسة بالشوكولتة مع الدارك الشوكولت عنديك التمر اللي هو تمر بشهد الشهر كتير مطلوب بيدارك وويت شوكولت فيه السمسم اللي بتغلف لا السمسم بالسكر يعني كروكان ومغطس بالشوكولات وعليها زياحي دارك شوكولت يعني ديليسيو بقى بديم لك تضايا في بيز شو حب شو بتحبيت وكمان من ضايفك حتى تعطينا رأيك بالتشكيل فيه مثلا المارسكابون المارسكابون اللي محطوط مع البسكوية الأمراتي اللي عليه البن المطحون فيه الراسبوري مع الكريم شوكولات فيه عن جد طعمات طعمات رمضان أنا هالشهر الكريم بنترو من سنة لسنة لأنه فعلا هالحبيت الصغيرة بتشوقونا إذا مش موجودة على مدار السنة هالنوع من هلا فينا نحنا وقت الأشخاص بيطلبوا بيقول بتعرفي باتشي بيلبي كل الأشخاص نحنا مبدئيا بس بينزل بها الشهر فضي بس لما الشخص بيحب يطلب منها هيدا أكيد نحنا باتشي بنعمل شي باي أوردر ما في مشكلات تحت الطلب لكمية معينة أوردر؟ طيبين صحتين صحتين حبات كتير حبات كتير بس بس ما فيه هيدا تسالي لازم تأكل كل شي من كل شي هلا تسلمت وتسالي بديك تسالي فيه هو هالتنويع بهالتطعمات المميزة تنويع التطعمات وتنويع الحلو والفوكة المجففة بهال المغطس بهالشوكولات طيب هي بتخليك تاخدي حبة وردتاني وصغيرة بتخليك تدوء من كل شي مية بالمية وعكل حال يعني بغنى عن أنه واحد يحكي عنكن كباتشي قدي طيبين وقدي بروفشيونيل بشغلكون وقدي نضاف ومن كدشي حتى بالبريزنتاشون اللي عم نحكي فيها كنا ببداية الحديث بدنا نحكي كمان كيف بينبعوا يعني بآيات أنه فيه كنتيتين معينة موجودة كمان هو بصلاة العرض عننا بالأرانجمونيت تعرفي برمضان نحنا منحط أرانجمونيت شوكولات بقلب الورق ومنحط كمان كميات معينة من التسالي وفيه أشخاص بقولوا لنا بدنا نحنا أبار لقلنا تسالي خاص لأنه بنتروها من سنة لسنة كمان تتاخد بيه علب عاملين علب إيسات كبيرة صغيرة يعني حجمات مختلفة بحجم مختلف وحتى بالكيلو كمان تتاخد بالكيلو كمان تعرفي أنه الديفتة أوريجينال واحد بده ضيفها الكبار وصغار بحبوها متنوعة اللي بده يستغني عن الحلو العربي اللي تقيل بحلوية هو التسالي رمضان هو بتحليه وبتسليه بعد الأفطار يعني مميزة كمان ومنشوفت كمان دايما عندكن إذا بديك مثل يعني ثواني أو الأنبلاج أو الأكساسوريز اللي بتجي تابعة معن للشوكولات يعني اللي بنا نقوله أنه هو اللي بيتقدموا برمضان اللي هنا لأنهم سبيسيال بهذا الشهر بس كمان في مجموعة كتير كبينة من غير شوكولات غير الشوكولات اللي هي المرسبين النوغا والملبن التسالي الشوكولات يعني كله محطوط بفرد صنية إذا بتلاحظي بطريقة مرتبة تحتى كل شخص شو طلبه وين بحب يتحلى شو الشغلة اللي بحبه بيكون عم بيكونوا منها طيب أرجع أو حق بتفضلي يعني إذا بتلاحظي كيف محطوط المرسبين على جناب النوغا والملبن الشوكولات المزين الموتيف الشوكولات كيف يتغير يعني كل هالأساس موجودين بشغلة واحدة بس عاديين إيميل للأطعام بطريقة مرتبة وأنيقة أكيد أولغا كمان بينسأل إذا الأشخاص حب تعمل شيء كوستمايز يعني يكون حسب يمكن الزبون إذا في عنديك الأمبلاج معين لرمضان أو لتشوكولات كمان ينقوا هن الفلايفرز المعينين ولا بدون يكونوا محصورين فقط به مثل ما عام نقول تسالي رمضان لا لا أكيد هلأ بالإجمال برمضان أكيد بنعمل كوستمايز بناخد لهم اسم الشركة تابعون بنحط الأشياء اللي بترمز لرمضان وبنفس الوقت إذا طلبوا في كتير بهالشهر الكريم بيطلبوا التمر بنحط لهم التمر و بنحط لهم التسالي يعني مطلوبين من سنة للسنة و بنشتغل على قصص كوستمايز طيب و بيشهر رمضان كمان بتزينوا مثلا الإفطارات أو ممكن تقدموا يعني أول الخدمات الخاصة عادة إذا طلب منها إلي أو إذا فيه مناسبات يعني أكيد كل المناسبات نحن في عنا أشخاص معينة بتهتم بكل هالمناسبات وبتهتم بكل الزينة وبكل الدكار وبتاخد الأكسسوارات معها يعني اللي تام لرمضان حتى عم نحكي أنه فيه كمان لهذا الطلب يكون فيه زينة معينة أكيد أكيد دايماً بيكون موجود أشخاص معينة بتاخد كل الدكوراسيون ما بيكونوا إلا ممنونين يعني بهذا الشهر نرجع بنعمل الريكاب سريع فإذا حتى نذكر الناس أنه بهذا البلاتو اللي هي اسمها تسالي رمضان شو فيه الفلايفرز الموجودين هون وهي عبارة عن شو هلا الفلايفرز الموجودين هون هي متنوعة هي حبوب مثل ما قلنا حبوب محمصة وفاكة مجففة متنوعة جداً ومغطصة بالشوكولات كانت دارك أو الملكة شوكولات وطعميتها كتير طيبة متنوعة وفي عنا أكتر من عشرين نوع بيختلف يعني بترضي كل الأزواج وبيتسلى الواحد فيها بطريقة نعمة بعد الأفطار إذا ما بدو حلو تقيل مضبوط رح نشوف في الفيديو أول صور كمان لحتى ناخد فكرة أكتر عن الزينة وعن شوكولات باتشي هيدا مثلاً السمسم هيدا العلب الموجودة بصلاة العرض عنا هي العلب اللي حكينا عنها أحجام مختلفة اللي بيخدوها بتسعيل رمضان هيدا التمر الموجود دايماً في عنا الليمون الليمون المجفف كمان مع الداركة شوكولات كتير كمان الناس تطلبو هول العلب اللي بيرمزوا لرمضان إذا ملاحظة القلوين قدية حلوة قدية الموتيف بيتختلف بتصميمه بطريقة عصرية بين عرض هولي بصلاة العرض عنا بصلاة العرض بالداونتاون التشكيلة كبيرة وواسعة فيه من كل الأرتكليات كان منفضة أما كريستال أو زيز بقلوين مختلفة بقلوين مختلفة يعني الحلو دايماً إنه بس نقطع قدام باتشي بنشوف بيتماشى مع الموسم بيتماشى مع المناسبة بيتماشى مع كل شي منلاقي تغير اللون تغير الدكار فأنتو دايماً يعني عم تواكبوا كل شي في تطور وكل يمكن الموضة اللي عم بتكون موجودة نحنا بدنا نقول يعني تكون ألف عفية وبدنا نشوفكم هنهار الخميس الجاي إن شاء الله كمان معنا بلستوديو لحتى نحكي كمان عن تسالي رمضان وأي أفكار جديدة دايماً اللي أنتو عم تكونوا صبقين فيها وعم تقدموها كلمة أخيرة لأليك أنا بشكر استقبالك لألنا وأنا بدأقول إن شاء الله هالشهر يقدم الخير والعافية والصحة لللبنانية وعلى لبنان يا رب ونعهد عليكم ميت سنة وعليك وحياخد مرسي لأشكولة أكيد كلهم لأعليك هوني بس هيدا شيء كتير شكله قوي وعبالي هيدا 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 طبعا اللوز مثل المرسبين ومع داركة شوكولة ومعليها المرسبين المحمص كتير طيبة زبا تلاحظ كيف المرسبين المحطوط يالي من فوق من فوق صحيح أكيد طب أنا رح استمتع تمت المهربتي أنا رح استمتع وحدة بنخد بريك ورجع لعاتكم بعد شوان